طبعاً لكل يوم كنا أنه واحد ترقب فيما يتعلق بموضوع الزيادة في الأسعار هادي يومين تسمعناه أخبار الخير واحد تراجع ولو أنه طفيف لكن على العموم يا بشرة خير اليوم دكتور معتوق وزير الفلاحة والصيد البحري قام بزيارة ميدانية وأيضاً مجموعة دي المسؤولين على مستوى الجهات اللي كيدروا زيارة الأسواق المراقبة الأسعار إذن هاد الخطوة في حداتها دكتور وش يمكن فعلاً تكون عندها واحدة دور قوي أنها تضرب على أيديه لكل من كيخول ليه أنه يرفع الأتمينات دي المجموعة دي المواد هاد الموضوع درها طابع هاد الموضوع إيه كخطوة دكتور لأن اليوم حتى الناس اللي كان اسميهمه الحانوت أو أصحاب دكا كان واحد استياء كبير كان طاقم دي الراديو أصوات در واحد الجولة والأغلبية ديال الدكاكين في بعض المناطق في مدينة صدر البيضاء بعض الأحياء انتي تشكوا بهذا المعنى تقول لك لا المراقبة ما خصش شمال هاد المحلات خصت تكون في الأسواق الكبرى هاد الأسواق الكبرى هي ربما المعنية بدرجة لولا ربما أيضا الموردين لكي التاجر الكبير لتي تعطي هاد المنتوجات حتى تدخل سوق الجملة وتنتزيع ديالها فيما بعد لا لا هاد شي كله غي اه شغالي نسميه هاد مش هو العمل مطلوب من الحكومة هاد غي ترقع هاد حلول ترقيعية وهاد شي مش لخص فرنسيين تتكلموا بفرنسية كيقولوا واحد الجملة يفو بخندو لطورو بار الكورن خصي قبطوا المشكل بجدية ويدرسوا بجدية بش هاد شي ميعود شي تكرر وخصي يدالوا الإجراءات والتدابير اللي هي وقائية واللي فيها تمييز بالحكامة وبالفعالية والنجاعة والشفافية ونعطيه لكل ذي حق حقه المواطنين ياخد حقه والفلاح ياخد حقه والواسيط ياخد حقه بلما يكون هناك تعسوفات أما تقول لي الدولة كتخرج دعم ديل خمسات المليار النقل المهني باش تبقى سومة ديل أثمينة ديل أي خدمة من الخدمات أو المنتوجات ما تأطرش بهد الغلاء ديل البنزيل ومع ذلك تخرج خمسات المليار ومع ذلك لأثمينك التغير إن هناك فشل هاد السياسة هاد الرؤية استراتيجية فماشي يعيب ولكن اللعب هو أن يزمد الإنسان في خطائه يعني يخص هاد شي يتصلح خصعوتهم ينقلسوا وشوفوا جنيه المعايير اللي يعطينا عليهم هاد الدعم ما الناس اللي ياخدوا الدعم فرحانين ما المواطنين فرحانين ما الفلاح فرحانين والتدخلات هذي يعني نخرجوا الميدان بهذه الطريقة لا مش هكا مش هذي الطريقة اللي كنخصوم يخرجوا بها كنخصي داك شي يدار بقواعده وعلى المستوى الوطني ولناخدوا المناطق اللي حساسة ونشوفوه في المشكل في المصدر ديالو في المنبع ماش يمشي عند خطار كيبيع بالكيلو ونقول له شحال دايرا ما طيشها يقول لي عشرة الدعم ونقول له انا وعلقها اشنو تخسر اللي علقتيها اعلقها اه دوا دوا هدوا المشكل لانه هدوا المشكلة احنا كنعانيوا منه على علق التمن هو دا المشكل لا الناس مقربينش من المواطنين المسؤولين ماش يقرب المواطنين المسؤول دابانا باش يقتلون يا دا المسؤولين خاصة الامناء العامين ديال الحزاب مني تكونوا في المؤتمرات ديالهم ديال مجاليس الوطني ديال الحزاب ديالهم وتيبقاوا يدروا ديروا الخطابات ديالهم كي بدوا يتفقوا لهم ادوك المؤتمرين كيس حبوا ماداك والمغرية تقولوا سنقوموا ولا قد فعلنا وقمنا ونحققنا وكيبقوا اه 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 او كي يصفقوا له لا اذاكرا مش المغرب اذاكرا حزب ديالكم وهدوك مؤتمرين ديالكم وهدوك المؤتمرين ما تخصوه مش يصفقوه انا ما كانش نسألة ما تسحقش تصفاق خصوهم بالعكس يقول له حباس قشنو حققنا واشنو درنا وارنشوفوشنو وعدنا ونقولو لبعضياتنا الحقيقة كمؤتمرين وخانت نتخاسمو مكين مشكل ولكن نكونو كنبغيو يعني نقولو الحقيقة ونشوفو المصلحة العامية الاولى وهدك ساعات اللوزير منكي كونت يخطف ذاك الحزب وتيقولولو كيسفقوا عليه تيصحاب ورا راب صح راب نجح في المهمة ديالورا غادي يمزيها الامور وما كيبتشي حاجة وادوك اللي كيضروه في المغرب اه يكي ايناس قلال تيحت الجو نا نا مش هاتشي لي مش هاتشي لي منتظر منكم تيخس عمل بجيدي اكتر وبقرب اكتر من المواطن خس المسؤولين يسمعو صح شنو كي المواطن نعلش كن تنهضر لان هذه الاداعة تنستمعو الناس انك يعيطونا من الشمال المغرب ومن جنوب المغرب ومن غربيه وشرقيه ومن جميع الفئات وكي يعرضو علينا المشاكل ديالهم وكن عارفو اشنو كي محلش الدين داك الميزان ديال الحرارة ديال المجتمع ديالنا وكن عارفو الناس منش كي عانيو ومنش كي شكيو اما المسؤول الى ما هبطش معندوش مش عارف ومشي دائما كانوا اوصلوا له الحقيقة كيف هي هم انك يربل الممسؤولين كل شي لا 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 الحمدلله كل شي في خدب الحمدلله كل شي من قصصو السيطر الحمدلله ما طيشي من قصات بي خير ما كنتي مشاره واتي قليو ان يقول له واسافيا وانت غير لي بغينا وكيفش الامور لا İrba tasi دوريالري انت اي اذا كان الوزير لليبه مع هذا البرد وديلي شي الطاقية ونا بغيت يجعل دير شي الحياة بش مايعرفو شي حد وشي نضارات وخرج وسير تسول وسير لكرية ما عارفو شي سوف يبيع الناس و الفلاح يبيع في الحقل ديالو و ذاك الناقي اللي كي هزلو ذاك شي ديالو تكن وصول لقرية ديال فين كي يتبع ذاك شي بالجملة ونشوف شكوليك يدخل باش نفهم كيفاش ما طيشات وصلت لها التامان ولا بطاطات وصلت لها التامان ولا بطاطات وصلت لها التامان وثما غدي ندل بصح المسترى الحقيقية ديالي غدي نشوف الطريق اللي كتدوز من هذه الخضراء حتى كتوصل عند المواطن المستهلك وما يعود لتاش يحد نشوفت بعيني واني يقول له ما اجي واشوش هدي ما قلتوا ليش كدر هكا واكا وهذا على شك يدخل وهذا على شك يدخل وهذا على شك يدخل وهذا على شغي ياخد لها باردة يأكلها باردة وما دار فيها التامجهود علاش فراسكين واحد في السوق الجملة واحد سيد عندو مربع يملكم مربع علاش فراسك نعم علاش فراسكين واثنين ليشهود ووحد كيقيل ضربتها ماله بش يدخل العجر دير ويحلوا ووحد جالس هكك عندو ليش أني خسلو زير أنا هيد هنا خدمة الميدانية ديالي هذا ولا يخسو يدير ويدير رأتى العامل ويدير راحتى الوالي ويدير الكاتب العام واش هو القايد خارج بثلاثة سبعة سبعة ديال الناس معاه غادين وغادين والكاميرات وغادين عند مول خضراء شحال هاد خضر كالدير اه وعلق هادش يعلق علق ديب الثمن ديب الثمن باش الناس يعرفوا مش عادة والمشكلة لنا اليوم اللي يخصى نعالجوه اي ما عارتش اللغة باش غادين ادرو باش نكونوا تنتكلموا نفس اللغة ويكون تفاهم على اين كل واحد كيقوم بالواجب ديالو ونحاولو نكونوا ايجابيين باش نتقدموا ويما تشيرا كان تنستفدوا منو احتات السياسي اللي مسؤولين رانك يستفدوا نتمنى انهم يخدوا الدروس من هاد الازمات اللي كنعيشو باش ممكننا نزيدوا القدم كلنا ان شاء الله يارك